أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك للجميع وبالتوفيق إن شاء الله تعالى كما هو مشارع إليه في الفيديو هذا المقطع إن شاء الله هنتحدث على برنامج للعمل والاستعداد للامتحانات في هذا الشهر المبارك شهر رمضان يعني عندما يأتي تطرع مجموعة هذه التغيرات في اليوم يعني مثلا حتى أوقات الأكل تتغير أوقات النوم احتهي تتغير كذلك أوقات العمل تتغير أيضا وأوقات المراجعة ستتغير أول شيء نشر لوحد النقطة إني بزاف تظن أن رمضان تجي بالخمول والعياء والنوم وغيرها من الأمور أولا هذه فكرة خاطئة أخص نزولها من طماغ ديان بل رمضان هو شهر الجدي والعمل هو شهر الجدي والعمل شهر الطاعة والعبادة والعمل أيضا عمال أخروية والدنيوية حتى فالعمل يعني العمال عبادة حتى المراجعة والاستعداد للامتحان يعني مع نية الحسنة فهو يعني معجور بإذن الله السوجة يعني رمضان ليس شهرا للنوم والكسل والخم والبل هو شهر الجدي والعمل هذه الفكرة الأولى اللي ندر في العقل دياني ثانيا نخص نوضع واحد البرنامج واحد خطة أعمل أنا أنقطع عليكم هنا واحد البرنامج ونتمنى إينا الإعجاب ديانكم إن شاء الله تعالى وتخدموا به البرنامج هو كالتالي ناخد صحور دياني نصلي صالة الفجر أو التراوح إلى نصلي شي باركا شفع الوتر الفجر دياني الصبح بعد صلاتي الصبح إلى أنا هذي أول شي نستغل الفترة الصباحية كما تكلمت في الفيديو السابق أن أحسن الفترة ديان الحفظ هي الفترة الصباح الباكر إذن من بعد صلات الفجر تكون ديك الرابعة ونصف صباحا نستغل واحد الساعتين ولا ساعتين ونصف حتى السبعة مثلا من ربعة ونصف حتى السبعة ديان الحفظ يعني المواد خاصة المواد الحفظ سواء الاجتماعيات أو الفلسفة أو غيرها حسب تخصصت دياركم إذن الفترة الصباحية للحفظ مع ديك السبعة نحاول الناس أن نعسم مثلا حتى الثلاثماش عندي خمسات ساعت كافيا نعسم السبعة تلاثماش أنا في قمعة الثلاثماش غادي يعني تكون قربة الظهور نستعد لصالة الظهر ديالي نقرأ شي ورد القرآن شي باركة ديال القرآن بما أن رمضان شهر القرآن الإنسان يستغل له نقرأ واحد لباركة ونصلي صالة الظهر ثم نمشي لواحد المادة ديال يعني ديال البراتيك للخدمة بحالة الرياضيات الفيزياء العلوم الاقتصاد التدبير وغيرها من المواد حسب التخصصات والشوع إذن قلنا الفترة الماسائية من الظهور للعصر مثلا ديك الوحدة حتى الربعة ديال البراتيك لماعة الفيزيك وغيرها من الأمور من بعد صلاة العصر يعني الفترة الأخيرة في اليوم هنا تيوقع واحد الآياء إنسان هنا تكون فقط طاقة والجسم بدأت يحس بالعاياء هنا هذه الفترة ما تكونش فيها لا حفظة لا خدمة تكون شي حاجة يسيرة بحال مثلا نقرأ نطالع شي ملخصات مثلا بالروايات نطالع شي ملخصات ديالطوروس نتعرف على نماذج الأسئلة نقرأ الأنواع ديال الأسئلة اللي تتطرح بحال شي أمور بحال هكتكم خفيفة من بعد صلاة المغرب نصلي المغرب ديالي هناك وجباد الإفطار نرتاح نصلي والعشاء والتراوح ما بين المغرب والعشاء ديالفترة أرتاحوا فيها صلي والعشاء ديالكم صلي والتراويح من بعد صلاة التراويح الليل نفترد الليل هذي نخدم فيها المتحانات ندير كل للمتران وخاغير المتحان على الأقل وإلا كنجج للمتحانات أفضل واحد الساعتين ولا ثلاثة متران من العشرة حتى الوحدة ندير هذي المتحانات عاوتاني من الوحدة حتى الـ 3 باش تنضوا لصحور ارتاحوا حولوا تكاو من 12 لـ 3 ولا من الوحدة الـ 3 واحد الساعتين ولا ثلاثة في الليل باش ترتاحوا فيها إضافة الافترة الصباحية هذا هو البرنامج الأمثل للعمل في شهر رمضان وعيد من بعد صلاة الصبح تخليه واحد الساعتين ولا ساعتين ونصر لحفظ المواد ديال الحفظ من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر هذي المواد ديال الخدمة من بعد صلاة العصر نحاول نقرأش أشياء خفيفة والخاصات أسئلة نماذج امتحانات طالع وغيرها في الليل نحاول نخدم وحد الامتحان وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج أتمنى لكم التوفيق ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالنسبة للمشاهدين الجدود ليصلكم كل جديد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته